المدارس دخل علينا ولازم نحضر نفسنا والنهاردة هنجهز مع بعض اللانشون البيتي بطريقة بسيطة جدا ومقادير مفيش اسهل ولا اقتصادية اكتر من كده روبع كيلو لحمة عملنا مع بعض لانشون لحمة تحفة جدا يا جماعة زي ما انتوا شايفين شكله تحفة جدا جدا يلا بي هنسمي الله ونشوف الطريق عندي روبع كيلو من اللحمة المفرومة وزي ما انت شايفة كده لازم يبقى فيها نسبة من الدهون وممكن تستخدم كمية لحمة اقل من كده وعندي روبع كباية من المية وفيها مكعبات من التلج هجيب بقى الكبه بتاعتي او المطحنة وهبدأ ان انا اناعم اللحمة بتاعتي كويس جدا جدا مش هضرب اللحمة كلها مرة واحدة ممكن اضربها على مرتين او ثلاثة حسب الكمية بتاعتي او حجم المطحنة بتاعتي او المفرومة وبضيف عليها برضو شوية من المية اللي فيها قطع تلج لغات ما تناعم معايا بالشكل ده وطبعا ما ينفعش نستخدم اللحمة المفرومة بشكلها كده من غير ما النعمة في الكبه لانها تبقى باينة جدا في اللانشون فطبعا لازم نعمل المرحلة دي وطبعا ممكن تستخدم كمية اقل من كده من اللحمة يعني ممكن تجيب الكوب المايار بتاعك وتعايير كده كوباية من اللحمة المفرومة كده خلاص بعد ما خلصت كمية بتاعتي كلها شايفين حتى لونها فرق جدا بعد ما تناعمت بقت لونها افتح ونعمة جدا هاركنها على جنب واجيب الكبه بتاعتي واستحسن الكبه مش الخلاط علشان ما بقاش الخليط بتاعك تقيل عليها هضيف في الكبه اربع بيضات وعليهم اربع مسلسات جبنة او اربع معالق كبار من الجبنة الكريمي وهضيف نص كوباية من الدقيق علشان نربط الخليط بتاعنا وكمان عليهم معلقتين كبار من النشا النشا بتخلي اللانشون ناعم كده جدا وتماسك زي الجهز بالزبط وهضيف عليها نص كوباية من الزيت ونيجي بقى للبهارات بتاعتنا اللي تدي له الطعم الاصلي عندي مكعب من المرأة عندي نص معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر نص معلقة صغيرة من الكوبابة الصيني ونص معلقة روزماري مطحون ومعلقة صغيرة تون بودر ورشة ملح عايز اقولكو ان الكوبابة الصيني والروزماري هما اللي بيدوا الطعم الاصلي للانشون يعني ما نفعش نستغنى عنهم خالص وهضربهم كويس جدا مع بعضي في الكابة بالشكل ده قبل ما ضفلهم اللحمة وبعد كده هضيفلهم اللحمة بالشكل ده كلها كده مرة واحدة وعلشان يبقى اللانشون بتاعنا لونه احمر زي اللي بنجيبه جاهز من برا هضيفهم نص معلقة صغيرة من اللون الاحمر سواء السيل او البودر وهرجعتنا نضربهم بالشكل ده مع بعض فنص الدرب كده بوقف وبفتح الكابة وبنزل خالط بتاعي الموجود في جوانب الكابة من جوة علشان كله يتقلب مع بعض وبياخد نفس اللون وبرجع اكمل تاني درب لغاية ما يبقى الخالط بتاعي متجانس وناعم جدا وكمان يبقى كله نفس اللون شايفين الخالط بقى مضرب كويس جدا بقى عامل ازاي بيكون تقيل بالشكل ده علشان كده قد تلك الكابة افضل من الخلاط اخر حاجة هضفها نص معلقة صغيرة فلفل اسود حصى ودي اختياري بس تدي طعمه وريحة هتجنن بحطها في الاخر بعد ما كون خلصت ضرب علشان ما يتكسرش ويفضل سليم زي ما هو الخطوة دي مهمة جدا هجيب كيس حراري اللي بنشوي فيه الفراخ علشان اسوي فيه اللانشون بتاعنا ما ينفعش كيس تلاجة ولا كمان الستريتش رول علشان مش صحيين مع التعرض للحرارة مقاس الكيس ده اللي بياخد فرخة هفضل خلط بتاعي كله بالشكل ده هبدأ بعد كده خرج الهوى الموجود كله علشان ما يكونش فيه فراغات في اللانشون بجمع خلط اللانشون بتاعي كله في مكان واحد وبتأكد ان ما فيش هوا موجود خالص بالشكل ده وبلفه على شكل استواني هجيب بعد كده ورقة فايل تكون كبيرة شوية علشان اغلفها جوه الفايل بقفل عليه بالشكل ده وبحاول ان هو ياخد شكل استواني كده وانا بلفه تمام كده وبقفل الفايل زي البنبوني بالشكل ده وبضغط عليه الجوه علشان يديني شكل استواني مدور عشان مانيك نقطعه بعد التسوية يكون الحلقة بتاعته مدورة تعالوا بقى نشوف هنسويه ازاي مع بعض عندي بقى هنا حلة على النار فيها مية بتغلي هنحط فيها معلقة من الخل او عصرة نص لامونة علشان ورق الفايل بيتأكسد بالمية والغليان هنزل اللانشون بتاعنا في المية المغلية ولازم تكون المية مش مغطيها اللانشون وتكون فتحة ورق الفايل من فوق مش من تحت علشان المية متدخلش جوه عند اللانشون هغطي عليه الحلة وهد النار بتاعتنا خالص علشان يستويه بعد ما الساعة عدت هختبر اللانشون بتاعي اشوف استوى ولا لسه هدخل خلة كده في نص اللانشون لو طلعت معي فيها اي حاجة واي لون يبقى كده لسه ما استواش انما لو طلعت نضيفة يبقى هو كده استوى وعاما هو مش بياخد اكتر من ساعة على النار هخرجه على طول وهو سخن كده هشيل ورق الفايل علشان ينشف شوية من البخار وكمان يهد شوية قبل ما دخلوا التلاجة ساعتين كده قبل ما اقطعوه طبعا من فاشط قطعيه خالص وهو سخن كده هتلاقيه بيفروت معاكي والتقطيع بتاعته مش مزبوطة لازم يبرد تماما انا عن نفس سيبتوا ليلى كاملة في التلاجة وتاني يوم هرجع عشان نقطعه مع بعض ونقدمه هدخلوا التلاجة زي ما هو كده بيكسر حراري لتاني يوم وبعد ما عد عليه ليلة او قال لي حاجة ساعتين تعالوا بقى نقطعه مع بعض عشان نوريكو شكله وعمل ازاي هبدأ بقى نقطعه بسكينة كده تكون رفيعة طبعا اول تقطيعه دي بتكون مش مزبوطة علشان ما كان ربطت الكيس نبدأ بقى نقطعه مع بعض شريح رفيعة بالشكل ده شايفين اقديه هو متماسك جدا مش بتقطع مني بجد ريحته حلوة جدا جدا وقريبة تسعين في المية من الجاهز وكفاية ان هو انضف وانت ضامنا اللحمة اللي انت حطاها وطبعا مغز في بيده في جبنة بصوا التقطيعه بتاعته عاملة ازاي مارين جدا وفيه مطة كده هتوحفة جدا جدا وبالنسبة التخزين في التلاجة فانا هجيب علبة بغطة محكم وهفرش فيها من تحت مناديل وارص عليها شريح اللانشون واغطيهم بمنديل مطبخ تاني واقفل العلبة واحفظه في التلاجة من تحت ميش الفريزر ما شاء الله موفر جدا من ربع كيلو لحمة مفرومة عملت كيلو الا ربع لانشون بجد حاجة في منتهى النظافة وحاجة في منتهى الطعامة يلا قم يجهزي ده اللانش بوكس ميحلاش اللبي